بعد ذلك يسوس عبر يسوع الى عبر بحر الجليل وهو بحر طبرية يتبعوه جمع كثير لأنهم أبصروا آياته التي كان يصنعها في المرضى يسوس سبب إلى المونتان وصعد يسوع الى جبل وقلس هناك مع تلميزه وكان الفصح عيد اليهود قريبا فرفع يسوع عينيه ونظر أن جمع كثير مقبل إليه فقال لي في لبس من أين نتع خبزا ليأكل هؤلاء وإنما قال هذا ليمتحنه لأنه هو عالم ما هو مزمع أن يفعل Felipe le respondió أجابه في لبس 200 دناريوز لا يكفيهم خبز بمئتي دينار ليأخذ كل واحد منهم شيئا يسيرا uno de sus discípulos يجعلوا الناس يتكئون وكان في المكان عشب كثير فتكأ الرجال وعددهم نحو خمسة ألف واخذ يسوع الأرغفة وشكر ووزع على التلاميذ والتلاميذ أعطوا المتكئين وكذلك من السمكتين داندولي كل ما أرغفت بقدر ما شاءوا فلما شبعوا قال لتلاميذه اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع شيء فجمعوا وملأوا إثنتين عشر قفة من الكسر من خمسة أرغفة الشعير التي فضلت عن الآكلين فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم واما يسوع فإذا علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويغططفوه ليجعلوه ملكا انصرف أيضا إلى الجبل وحده ولما كان المساء نزل تلاميذه إلى البحر فدخلوا السفينة وكانوا يذهبون إلى عبر البحر إلى كفر نحوم وكان الزلام قد أقبل ولم يكن يسوع قد أتى إليهم وكان هذا البحر من ريح عظيمة تهب فلما كانوا قد جذفوا ونحو خمسة وعشرين أو ثلاثين غلوة نظروا يسوع ماشيا على البحر مقتربا من السفينة فخافوا فقال لهم أنا هو لا تخافوا فردوا أن يقبلوه في السفينة وللوقت صارت السفينة إلى الأرض التي كانوا ذاهبين إليها وفي الغد لما رأى الجمع الذين كانوا وقفين في عبر البحر أنه لم تكن هناك سفينة أخرى سوى واحدة وهي تلك التي دخلها تلاميذه وأن يسوع لم يدخل السفينة مع تلاميذه بل أنهم كانوا قد أتى إليهم بل مضى تلاميذه وحدهم منترس tanto ونحو خمسة تبرية وقفوا غير أنه جاءت سفن من تبرية إلى قرب الموضع donde habían comido el pan الذي أكلوا فيه الخبز después que el Señor pronunció la acción de gracias الشكر الراب cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban allí فلما رأى الجمع أن يسوع ليس هو هناك ولا تلاميذه y fueron a Carfanaon أنكم تطلبونني porque هو لأن هذا الله قد ختمه فقالوا له ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله Jesús le respondió أجاب يسوع وقال لهم هذه هو أعمال الله أية أية تصنع لنرى ونؤمن بك ماذا تعمل nuestros padres comieron el maná en el desierto أباؤنا أكلوا المن في البرية كما هو مكتوب أنه أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا Jesús respondió فقال لهم يسوع les aseguro الحق الحق أقول لكم ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء لأن خبز الله هو النازل من السماء يدا vida الواهب حياة للعالم فقالوا له يا سيد أعطينا في كل حين هذا الخبز Jesús les respondió فقال لهم يسوع أنا هو خبز الحياة من يقبل إلي jamás tendrá hambre فلا يقوى ومن يؤمن بي jamás tendrá sed فلا يعتش أبدا ولكني قلت لكم أنكم قد رأيتموني ولستم تؤمنون كل ما يعطيني الآب فإلي يقبل ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني وهذه مشيئة الآب الذي أرسلني أن كل ما أعطاني لا أتلف منه شيئا بل أقيمه في اليوم الأخير لأن هذه هي مشيئة التي أرسلني أن كل من يرى الإبن ويؤمن به تكون له حياة أبدية وأن أقيمه في اليوم الأخير فكان اليهود يتزمرون عليه لأنه قال أنا هو الخبز الذي نزل من السماء وقالوا أكثر هذا هو يسوع ابن يوسف الذي نحن عرفون بأبيه و أمه فكيف يقول هذا أنني نزلت من السماء Jesús tomó la palabra y les dijo فأجاب يسوع وقال لهم لا تتذمروا فيما بينكم nadie puede venir a mí لا يقدر أحد أن يقبل إلي sino lo atrae el Padre que me envió إن لم يقتربه الآب الذي أرسلني y yo lo resucitaré en el último día و أنا أقيمه في اليوم الأخير إنه مكتوب في الأنبياء todos serán instruídos por Dios ويكون الجميع متعلمين من الله فكل من سمع من الأب وتعلم يقبل إلي nadie ha visto nunca al Padre ليس أن أحدا رأى الأب sino el que viene de Dios إلا الذي من الله solo él ha visto al Padre هذا قد رأى الأب les aseguro الحق الحق أقول لكم que el que cree من يؤمن بي tiene vida eterna فله حيات أبدية أنا هو خبض الحياة sus padres en el desierto comieron el maná y murieron أباءكم أكلوا المن في البرية وماتوا pero este es el pan que desciende del cielo هذا هو الخبض النازل من السماء para que aquel que lo coma no muera لكي أكل منه الإنسان ولا يموت أنا هو الخبض الحي الذي نزل من السماء إن أكل أحد من هذا الخبض يحيى إلى الأبد والخبض الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبزله من أجل حياة العالم los judíos discutían entre sí فخاصم اليهود بعضهم بعضا diciendo قائلين كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل فقال حياة حياة أبدية هذا الخبض الجسد فلا يفيد أعطي ومن هو الذي يسلمه Jesús pregunt إذا a los 12 فقال يسو على الاسن عشر أيضا هل تريدون إرس ألا هل أنتم أيضا تريدون أن تمض Simón Pedro le respond فأجابه سمعان بطرس يا رب إلى من نذهب لديك لديك كلام الحياة الأبدية عندك ونحن قد آمان وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي Jesús continuó أجابهم يسوع أليس أني أنا اخترتكم الاثنى عشر وواحد منكم شيطان Jesús hablaba de Judas hijo de Simón Iscariote قال عن يهو ذا سمعان الإسcariote لأن هذا كان مزمعا أن يسلمه وهو واحد من الإسناش للمشاهدة للمشاهدة اشتركوا في القناة